بهدف تحسين ورفع صوية الأطباء العلمية والعملية تم عقد المؤتمر العلمي الدولي السابع عشر للجمعية السورية للمولدين والنسائيين بالتعاون مع الرابطة العربية لجمعية أمراض النساء والتوليد والمجموعة العربية للخصوبة والوراثة وذلك في فندق الدمروز بدمشق المؤتمر الذي يستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري تناول المحاور الهمة في طب التوليد وطب الإخصاب والعقم وأمراض النساء وجراحتها مقدما أحدث المستجدات في هذا المدمار حيث رافق أيضا المؤتمر معرض للتجهيزات الطبية والدوائية والذي يقدم مثالا على الاندماج الطبي الصيدلاني مؤتمر كبير غني الجمعية أكيد ما رح نحكي عنها جمعية عريقة لها دور مستمر وفعال في تطوير مهارات وخبرات الأطباء إضافة لدورة الاجتماعي الهام أيضا أهمية هالمؤتمر حقيقة السنة عن السنة الماضية اللي أيضا شهد نجاح وأقبال جيد هو الأقبال المتزايد والمتوسع من جميع المحافظات السورية إضافة لوجود ضيوف أعزاء أطباء أصحاب خبرة من الدول العربية الشقيقة وبعض الدول الأجنبية الصديقة هناك محاور عديدة إضافة إلى بعض المحاور اللي ما يتعلق بإخلاقيات الطب ويعني بعض الأمور اللوجستية المتعلقة بممارسة مهنة التوليد والمريسة إذن هناك تمان جلسات علمية علمية نظرية وعملية وهناك بعض الجلسات هناك مناقشة تعكس الخبرات العملية ويتم من خلال تبادل الخبرات هي ما يسمى اللقاء مع ذوي الخبرات إنه تبادل خبرات وطرح بعض المشكلات المحلية اللي ممكن حلها من خلال تبادل الخبرات المحاضرة الأولى هي عن مدى قابلية بطنية الرحم لقبول الجنين ويعلق عندها بس نعمل تقنيات الحديث إلى الإنجاب يعني هيدا موضوع شائك كتير ولحد هلأ هو عم بيأثر إنه ما نحصل على نتيج نجاح قوي بهيد هذه محاضرتي مركزة على هذا المحاضرة الثانية هي محاضرة كلام الساعة عن الكورونا وتأثير الكورونا على صحة الجنين وعلى الإنجاب عند الرجل وعند المرأة هذه الورشة التي تسعى لضمان وتقديم أرقى مستويات الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للمجتمع وكل ما هو جديد في هذا الاختصاص